أعلنت الخارجية المصرية نوزير الخارجية سامح شكري سيبدأ غدا جولة عربية تشمل كلا من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطة عمان والمملكة وأضافت أن الجولة تأتي في إطار التشاور الدائم بين مصر والدول العربية حول مجمل علاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة خاصة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات وأشارت إلى أن شكري سوف ينقل رسائل شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة الدول العربية التي تشملها الجولة وأكد المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكري سوف يشدد عقل الجولة على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات